حمد النقاذ يطالب أمير مرتضى منصور بالرجوع لنادي الزمالج في الانتقالات القادمة قبل أي شيئا تنساش تلاك والاشتراك وتكمل معنا الفيديو toen another لأن هناك حاجة مهمة في آخر الفيديو أمير مرتضى بنصور تلقى مكالمة من حمد النقاذ比 يطالب فيها حمد النقاذ أمير مرتضى منصور بالرجوع لنادي الزمالك في الانتقالات الصيفية القادمة لان كان بينهم اتفاق ان حمد النجاس اصلا يرجع نادي الزمالك لكن لو لا يقاف نادي الزمالك موسمين على الانتقالات كان حمد النجاس هيكون في نادي الزمالك وبنسبة كبيرة ان حمد النجاس هيرجع نادي الزمالك وبشكل كبير ولكن هيطلع حمزة المسلوس اللي هو التونسي اللي هو الدولي على حمد النجاس حمد النجاس اللي طبعا لعب في نادي الزمالك ثلاث سنين وراء بعض وكان اداء مزهل ولكن تخازل مع نادي الزمالك وترق الفريق ولعب في نادي الترجي وطبعا رفع قضية على نادي الزمالك وخد تعويض من نادي الزمالك 600 الف دولار ودلوقت بيطالب امير مرتضى ان هو يرجع لنادي الزمالك وللعلم ان حمد النجاس حاليا ليس في اي نادي في العالم لانه فسخ عبده مع نادي اهل جدة بالطراضي طبعا ويتساب الفريق بقاله مدة وينتظر ان هو يرجع لنادي الزمالك ولكن طبعا انا في رأيي ان ولا النجاس ينفع للزمالك ولا حمزة المسلوس اصلا ينفع للزمالك حازم امام اللي بتطلع اخبار دلوقتي بتأكد ان فيه عروض جاية لحازم امام من السودان لكن ما عرفش اي فريق في السودان حاليا لكن اكد ان فيه عرض لحازم امام ولكن انا موجهة تنظر ان حازم امام افضل من الاتنين مع بعض الاتنين انا دا دولي وده كان سابق كان بيلعب في المنتخب اساسي ولكن الاتنين اداءهم متخزن مع نادي الزمالك وكله بيدور على الفلوس ان انت لعب بيرفع عليك قضية وياخد مبلغ زي ده ويسيب الفريق فاعز وقت كان الفريق محتاج له وانت حاليا بترجعه تاني لنادي الزمالك وهو اصلا مش موجود في نادي وما بيلمسه الكورة فدي بتبقى صعبة شوية ان نادي الزمالك يرجع حمد النجاز ولكن ممكن مرتضى منصور يرجع حمد النجاز عارفين ليه اقول لك حمد النجاز ذا لعب دولي لعب في كاس العالم في روسيا لعب جدام اسبانيا وصنع هدف جدام طبعا اسبانيا وخلا بطيب لعب الزمالك الصابق يجيب هدف اسبانيا وفديخية ومرتضى منصور هيرجعه لكن ولا ده هينفع الزمالك ولا حمزة المسلوس هينفع الزمالك لان حمزة المسلوس اداء متخازل جدا مع نادي الزمالك لكن حازم امام لو اخد فرصة حمزة المسلوسي اه حازم امام ممكن الدفاع تقلق منه ولكن هجوم جبار من حازم امام لو خد فرصة هيكون احسن وارخص كتير من حمد النجاز اللي انت لسه هتدور عليه وتجيبه تاني النادي الزمالك وياخد الفلوس ويمشي وما يفدش نادي الزمالك بحاجة ده رأيي وهنشوف الايام القادمة هيحصليه في نادي الزمالك وهل ستتم التعاقد مع اللاعب حمد النجاز ورحيل حمزة المسلوسي؟ انا نفسي يرحل المسلوسي ويرحل حمد النجاز لان ولده ولده في قدرات وامكانيات حازم امام لو هو في الفورما لو حازم امام في الفورما هيبقى افضل من الاتنين مع بعض وده طبعا الخبر الاول الخبر الثاني اللي معانا طبعا ان نادي الزمالك اقتربى بشدة من التعاقد مع احمد ايمن منصور لاعب نادي برامز الحالي ان احمد امن منصور بينهي التعاقد تماما مع نادي برامز بنهاية الموسم ويوقع له اي نادي وطبعا نادي الزمالك بيحاول يتعاقد مع اللاعب اللاعب طبعا بيلعب في مركزين بيلعب مدافع بيئ كشمال وادى في المنطقطين ونادي الزمالك عايز يجيب لاعب يلعب في المنطقطين وهو احسن لاعب وكمان بيلعب في نادي كبير وأن انادي على دغطات زي نادي برامز وطبعا اللاعب هيجب بلاش لنادي الزمالك وطبعا مرتضى منصور وإدارة الكورة في نادي الزمالك عرض اللعب على فريرا وفريرا أكد أنه محتاج لنوعية أحمد أيمن منصور مع نادي الزمالك ولكن أيمن منصور بيلعب حاليا في نادي بيرامز وممكن بيرامز يعرض عليه فلوس أكتر وطبعا يجدد مع نادي بيرامز لأنه هو بس المشكلة أن أحمد أيمن منصور في بيرامز حاليا مش أساسي يعني ماتش أساسي وماتش احتياطي نادي الزمالك طبعا بيحاول يدعم صفوفه بأقوى لعابين موجودين في الدورة المصري حاليا وبيقل سعر ممكن نادي الزمالك دخل في جازة صفقة مع الاندية الأخرى في الدورة المصري وبيحاول يلم أكتر عدد من اللعابين لأن معظم تشكيلة نادي الزمالك الحالية مهددة أنها مش تكون معاه في المقسم القادم بفتح الانتقالات القادمة نادي الزمالك بيحاول يأمن نفسه باللعابة طبعا في النجاز ممكن يجي حمزة المسلوسة هيمشي أن أوباما ممكن يمشي أشرب بن شرقي تقريبا هيمشي سيف الدين الجزيرة اللي أعلى الرسمية أن هو راحس الإمارات هيمشي وطبعا أبو جبل اللي كان هيروح النصر السعودي لكن النصر السعودي بيفاوض محمد الشناوي لكن لو فشل التعافض مع محمد الشناوي هيكون محمد أبو جبل اللاعب في نادي النصر رسميا لأن محمد أبو جبل مش هيكمل مع الزمالك في أي حين من الأحوال أساسا لأن الزمالك رفض مبدأ أن محمد أبو جبل يكمل مع نادي الزمالك والله لو جاء أحمد أيمن منصور هيتكون إفادة كبيرة لنادي الزمالك وخصوصا في النواحة الدفاعية ولو أنه بيطلع بالكرة بشكل مثالي بيلعب تقريبا كده ستايل أيمن أشرف بالظبط لكن أنه هو أقوى من أيمن أشرف في جثمانه طويل جدا طبعا وبيلعب بالهجمات طبعا بيبني هجمات بشكل كويس جدا مع نادي برامز لكن هو حاليا مش أساسي قوي مع نادي برامز لأن أحمد سامي وعلي جبر هما الأساسيين حاليا في نادي برامز تتمنى التوفيق للنادي الزمالك والنادي الأهل طبعا تنساش قولي رأيك في موضوع حمد النجاز أنه هو ممكن يرجح تاني لنادي الزمالك ورأيك في سياسة نادي الزمالك فيرجاع اللاعبين أصلا للعمل اتقاضي للزمالك وأوقافته عن القدم وسمام وراء بعض تنساش لايك واشتراك للقناة والسلام